مرحبا من عالمي كأم نقدم هاد الحلوة اللذيذة حلوة او كيكا بالشوكولة حلوة هشة خفيفة نشوفها مع بعض نبدأ نخدم وفي نفس الوقت نشرح المقاطر نأخذ هاد الحلوة لك أصغر عندي هاد الكاس اللي يرفد ماتين وربعين ميلي ميلي لتر نعملو السكر ماشي مملوء كامل عود نفس الكاس نعبر به الزيت ماتين وربعين ميلي لتر وفي صندوق الوصف يوجد الرابط فيه المقادير بالضبط وكذلك مراحل التحذير حتى بالصور الرابط في صندوق الوصف نحط ثاني كاس الزيت نتاعي على السكر ونزيد كاس ما بين قهوة محضرة نكملو بالماء هكذا يكون عنا كاس ماتين وربعين ميلي لتر ما بين قهوة وماء نضيفه الثاني على فلاك أصغل لحلة نتاعي وحنا عندي ملعقاتين كبار من الكاكاو وقرصة ملح نضيف كل شي هنا ناخد المدرب اليدوي لفوي ونخلط نخلط ملح هكذا ومن بعد نحط الكاس الغال على النار نوعا ما قوية ونحرك تجوب الفوي بمجرد أني نحس أنه هذك السكر داب نحيها من النار ستقوني تابعوا برك الخطوات حلوة سهلة تحضر في خمس دقائق أنا مولف نحضرها أبنائي تقريبا حلوتهم المفضلة هدية هدها نخلط نبدأ يدوب وهذا الحلوة تقطع لي حوالي 40 أحبة نحطها في القالب في المول بتاع 40 و 30 سنتيمتر تقريبا نقطعها تخرج لي 40 أحبة بنفس الكاس نحبر الكاس الأول من الدقيق الأبيض الفارينة في الرابط كائن المقادر بالغرام مضبوطة للمول 40 على 30 سنتيمتر نفرغ على هذا المزيج من الدقيق الأبيض ونحط البيضة الأولى بسم الله نخلط دائما بالفوة نخلط مليح هكذا الوصفة تعلمتها هكذا وناجحها مئة بالمئة والذوق طبعا نقول لكم لذيذة ولكن تكتشفوه إن شاء الله أتمنى أن أرى أراءكم في التعالق نضيف الآن الكاس الثاني بعد السيدة تقول لي ما عنديش ميزان نعبر بالكاس طبعا كم الأخوات على اليوتيوب والرميو يعملوا بالغرام وهكذا بالكيسان حتى الكل يجرب الوصفة نحط الكاس الثاني نحط الخامير الأولى بشور برطقال نأخذ ملعقة صغيرة مبشور البرتقال يتوالم كثيرا مع ذوق كاكاو و القهوة هذا مبشور البرتقال في موسم البرتقال لا نرميش القشور نجعلهم نيبسهم ملاح نيبسهم حتى القشرة واللي هكذا تكسر و بعد كي تكون عندي كمية معتبرة نطحنهم في المونينكس سواء مع السكر ولا بلاش و نضيفهم في هكذا بوقال زجاجي و نجعلهم في البرتقال و غيقية غاتغ منها اللي نستعمل يكون عندي جاهز إذن مع الكاس الثاني بتاع الدقيقة الأبيض نضيف البيضاء الثانية نخلط ثاني مرة أخرى نضيف ملاحة المقادر ثم نصف كاس فهرينة يعني المرة الثالثة الكاس ليس ببلوغ نصفه فقط و اللي تحب تعود هذا النصف الكاس الأخير بالميزينة أيضا تعطي نتيجة جيدة كل سيدة و المتوفر عنها عندها طبعا هكذا نضيف النصف الكاس الأخير مع الحبة الأخيرة نتعى البيضاء الثالثة والأخيرة و هكذا خلاص آخر خطوة ندخل ملاحة الكل جيداً و نضيف الخليط و نضيف الخليط في قالب في المول قلت مستطيل 40 على 30 سنتيمتر نرشوش بالدقيق فقط و نطبخه على فرن مصخن 180 دراجة لمدة 20 دقيقة 20 دقيقة كافية حسر لطبخ هذه الحلواء من فرن ي switchingه من الفرن و نجعله يبرد و نقطعه يدة من blit بالشوكولة و باماغي من فرن 30دة نضيفه لأخذ كما تضيف السبل باللغة يبرد بسم الله و نقطعه ралين نضيف الشوكولة نضيف على الشوكولة ملعقة كبيرة من القهوة المحضرة تعطي الضوء جميل و نزيد ملعقة صغيرة من الزيت و نضوب بشوكولة و بماغي على حمام مائي و نرى الحلوة كيف نزينها قبل قطعة الحلوة كبتها لها الشوكولة تحب تزين بهذا مثل كولوغين و كوكو لوز رقائق لوز و إلا تخليها كما هي كل واحدة و اللي متوفر عنها و اللي يحب أطفالها و نزيد نرده في البرد تتقطع أحسن كانت النتيجة هكذا باللغميس الكولوغي و بلاش حلوة هشة صدقوني الدوب في الفم لذيذة جدا لتجربها أتمنى تعطيني رأيها هكذا ممكن إتبان بسم الله أراني حكم البورتابل واعلا شهية طيبة شكرا إلى اللقاء شكرا شكرا